ألونسو بعد ما خلص لعب كورة بعد ما خلص لعب كورة يعني كان في باير ميونيخ والناس في باير ميونيخ قالوله بص يا سيدي انت محبوب في النادي ومحبوب بالفرقة وعايزينك في منصب إداري في الفريق ودوله عرض ما يترفتش مالي عرض مالي ما يترفتش هو شاف انه مستقبله هيكون أكبر في التدريب ومش عايز يبقى في الكونفرت زون أو في الحتة الأمنة يعني اللي هي المنطقة الدفية يعني اللي هو أما نقاعد أهو يا أم وباخد فلوس كتيرة وبشتغل في باير ميونيخ واحد من أكبر أن ديت أوروبا لأ قال لك لأ أنا عايز أبقى مدرب تمام تمام فرح للريال مدريد بعد ما سأل على رخصة رخصة التدريب في الاتحاد الأسباني قالوله انت لازم تدرب سنة لازم تدرب سنة أي فريق في الدول الأسباني فرح للريال مدريد قال لهم تم تدوني حتى فريق من فرق الشباب فالدوله فرقة الشباب قاعد فيها سنة واشتغل واكتهد وتعب بعد كده قال لأ أنا عايز تجربة أكبر شوية من فكرة الشباب فرح للريال سوسداد وقال لهم أنا عايز أشتغل مع الفريق الثاني اللي هو الفريق بي قالوا له تمام قال لهم بس أنا عايز ما يبقى العقد سنة واحدة أنا عايز يبقى أكتر من سنة فالراجل دخل من 2019 لحد 2022 مع الفريق الثاني فريال سوسداد الفريق بي حلو حلو كل ده خطوات لسه بدري يعني لسه بدري لما يمسك بقى فرقة كبيرة مدير فني الفريق أول صح كده؟ طيب تشابي ألونسو الناس في باي الليفر كوزين حسوا أنه مدرب واعد والفرقة من سنتين في 2022 تحديدا كانت تصارع الهبوط ومحدش عايز يربط اسمه باسمها عشان هيهبط معها فاسمه كمدرب هيخسر كتير فإيه تشابي ألونسو المدرب الناشئ يعتبر مدرب ناشئ لسه جديد في السوق يعني بتاع المدربين يقول لهم أنا موافق يا جدع موافق أو موافق يا سيدة انت ممكن تنيه على مشورك في التدريب من أوله يعني إذا بتبدأ بتقول بسم الله الرحمن الرحيم هينتهي قال أنا موافق وبحب التحدي من وانا صغير والدي قال لي إن أنا مش هنجح إلا لما خدت إلا لما أخد المخاطرة فأنا خيأخد المخاطرة معها بايل ليفر كوزين استلم المهمة شهر اكتوبر 2022 والفريق يسارع الهبوط في المركز قبل الأخير في الدول الألماني والأمور بايزة تماماً بالنسبة لفريق بايل ليفر كوزين تمام؟ بالمناسبة الموسم ده أنهى في المركز السادس اللي أهله للدوري الأوروبي تمام؟ تمام كمل مع الفرقة يا طرى الموسم ده هياخد المركز السادس ولا يتحسن شوية ويخش المربع الزهبي لا ياخد الدول الألماني قبل نهايته بخمس أسابيع قدام مين يا أولاد؟ قدام بايل ميونيخ اللي محتكر الدول الألماني الدول الألماني ده بتاع بايل ميونيخ إن بايل ليفر كوزين بمدرب ناشئ مدرب حديث العهد ياخد الدول الألماني لأول مرة في تاريخه أنا أديتك الرحلة باختصار رحلة شابه ألونسو عشان تفهم إن الحكاية من أولها وآخرها هي حكاية عقلية من هو صغير عايز أخد كورس لغة إنجليزية عشان ألعب في الدول الإنجليزي راح شوية يشتغل في فرقة شابه ما قالكش أنا عايز أشتغل مساعد للموديل الفني في فريق أول ولا حاجة لا أشتغل من تحت مش مشكلة راح بعد كده لنادي أقل من ريال مديد اللي هو ريال سيوسداد وقالك مش مشكلة عشان أخد فترة أطول ومع فرقة أهم من فرقة الشباب ياخد المخطرة اللي ممكن تنهي مشواره التدريبي قبل ما يبدأ أصلا ويدرب فريق بيسرع الهبوط اللي هو باير ليفاركوزين بعدها بسنة واحدة يكون بطل الدوري الألماني لأول مرة في تاريخ نادي باير ليفاركوزين قدامين البعبع باير نيميونيخ والله حكاية حلوة حكاية حلوة وملهمة بصراحة